السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي طيب الخواطر والقلوب بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليك أيها النبي أما بعد ففي ظل عراق الحياة يصاب الإنسان بالضر طب مين اللي بيكشف الضر والضر ده أيضا أنواع كثيرة ممكن يكون ضرر مادي مشكلة في العمل أيضا أدت إلى ضرره العوائق كثيرة في الحياة طب يعمل إيه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مين اللي خلقني أنا مين الله لكل باب قفل ولكل قفل مفتاح طب أنا عزة أفتح الباب يبقى لازم يكون المفتاح ده مفتاح معين لكل قفل مفتاح ولكل داء دواء ولكل ضرر زوال ودواء يبقى لشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا إذا أصبت بضر تقول إيه ده سيدنا النبي اللي علمنا كمان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما فيش حد في الدنيا دي سالم بينام مرتاح لا وإلا تكون الحياة كاملة لا ما فيش كمان للحياة طيب لما يصيبك ضر يا مؤمن تعمل إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال ما من عبد يقول صباحا ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء إلا كفاه الله يعني لا يقع عليه ضر بعد يبقى نردد عند ضيق الصدر عند ضيق العيش عند عقوق الولد ما هذا ضرر برضي ما ممكن يكون معك ابنك تعبك شوية في التربية ودي أزمة بيعاني منها بعض الناس تعمل إيه تردد هذا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ثلاث مرات صباحا ومساء ستزول العقبات يبقى نلتزم منهج سيدنا رسول الله صلى الله وسلم طيب ويتان يا رسول الله أنا تعبان يا سيدنا النبي أعمل إيه أعالج نفسي إزاي يا رسول الله أكشف الضر عن قلبي كيف يا رسول الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ آخر أيتين في سورة البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأهما كفتاح بتكفيانه الهموم والغموم وتدفع عنه الضر آخر أيتين في سورة البقرة وبسم الله الذي لا يضر مع اسمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ردد هذا ولا تقطع قلبك عن اتصالك بالله تطوى لك الأرض وتفتح لك الأبواب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين موسيقى